موسيقى عنوان قضيتنا رؤية 2030 ترسم ملامح قوانين الحماية الاجتماعية في ظل رؤية المملكة 2030 والهادفة لإشراك كل فئات المجتمع بكل أطيافه وما يلزم ذلك من قوانين صارمة تهدف لخلق بيئة اجتماعية يضمن فيها كل فرد ممارسة أعماله ونشاطات بأمن أمر خادم الحرمين الشييفين بإقرار قانون التحرش ووجه وزارة الداخلية برفع ما ترى حيال ذلك بالإضافة إلى ما تبدله النيابة العامة من ملاحقة كل ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي من إثارة للرأي العام وتجاوز الأنظمة التي تلحق العقوبة الرادعة لخالقها نشاهد هذا التقرير ثم نعود جاء قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حبظه الله بالتوجيه لوزير الداخلية بعداد نظام لمكافحة التحرش متوازم مع رؤية المملكة 2030 والتي تهدف فيها إلى إشراك جميع فيئات المجتمع بالمساهمة في عملية التنمية والتغييط مع الحفاظ على أمان واستقرار الفرد والجماعة حيث لم يكن هناك من قبل قانون للتحرش يعرف هذه الجريمة بدقة والقضاة في المحاكم دون قانون واضح يجتهدون في إطلاق الأحكام على كل من يخالف الأنظمة أو يتجاوز الحدود في انتهاكه خصوصيات الغير ولكن التقنين وتحديد عقوبة أعلى وأدنى كفيل بتحقيق الردع العام والخاص ويسهل عمل القضاة الذي لا بد أن يكون اجتهادهم ذا سقف مقنن ومهما اختلف الطرق وأساليب التحرش كاستخدام التقنية ومواقع التواصل الاجتماعي وخلافها فإن القوانين تسري عليها وتبدل النيابة العامة اليوم جهودا كبيرة في ملاحقة كل من تسول له نفسه انتاج أو تصوير مقاطع ذات طابع استفزازي أو محاولة من أصحابها للمساسي أو الاستهزاء بقوانين البلد والسياسات التي تعهدت حكومة رشيدة الحفاظ عليها وأن الدولة راعية للشريعة الإسلامية ومطبقة لكل ما مشأنه تحقيق الأمن والاستقرار للأسرة السعودية ولكل من يعيش على ثرى هذا البلد الكريم للحديث عن هذا الموضوع معنا ضيفتنا الكريمة في الستوديو الدكتورة ناهد باشطح وهي كاتبة صحفية مرحبا بك دكتورة ناهد أهلا وسهلا أهلين نحن في البداية بتكلم بشكل عام عن إنعكاسات هذا القرار المتوقع اجتماعيا نعم بالبداية قبل الإنعكاسات هي طبعا مثل ما قلتي الرؤية بتشارك المواطنين في نفس أهدافها فلو تكلمنا عن الرؤية على سبيل المثال مثلا في عندنا بابين باب مدننا يعني كيف ممكن تكون يعني مريحة أكثر للمواطن في هذا الباب جاء الكلام عن كيف مكافحة الجريمة وكيف ممكن أنه الإنقاس من من نسبتها بطرق عديدة يعني من ضمنها مثلا مكافحة المخدرات أو مثلا موضوع التحرش أيضا كمان في باب اسمه مجتمع حيوي أعتقد كمان له علاقة لأنه الباب هذا يتكلم كيف ممكن يكون المجتمع أكثر إيجابية وأكثر راحة طب خلينا نتكلم عن مثلا قانون التحرش لأهميته في الوقت الراهن الآن خاصة بعد قرار يعني السباح بقيادة المرأة نعم هو طبعا كون الأمر السامي أو التوجيه بالأمر جاء بعد القرار الملكي لقيادة المرأة لسيارة فيها جزء طبعا لحماية ما أقول أنا المرأة ولكن حماية كل أفراد المجتمع نعم كل أفراد المجتمع لأنه يعني هو أعتقد هذا القانون يعني كان من 2014 إذا ما كنت غلطانا في مجلس الشورى فجاء التوجيه يعني توقيت مناسب جدا تهيئة المجتمع لأنه كان فيه جدل طبعا يعني المجتمع أطلافه متعددة فيه ناس يعني مثلا مش حاسين أكثر بفوائد هذا القانون وهنا طبعا مهمة الإعلام أنه يتكلم مثلا عن النسب يتكلم عن التأثير أو على الأقل يوجد معلومات صريحة تخالف ما ينشر عننا بالأنترنت وفيه معلومات بصراحة غير صحيحة يعني لا يمكن بقى أيضا من نقطة أخرى خلينا نعلق عليها أنه الناس صار عندها قلت يا أطياف المجتمع متعددة في بعض الفئات لما سمعت بسماح السماح القيادة المرأة توقعت أن المجتمع بيكون فيه نوع من يعني التغير القيمي نوع من الإنفلات فجاء هذا القانون كأنه يهدئ أو يطمئن أنه البنات في حفظ قانوني لا يخشى عليهم يعني إلى حد ما باتفق معاك لكن برضو أنا أقول أنه يعني وجوده كقانون هو مطابق للرؤية كمان وإحنا نحتاج لسن القوانين خليني أعطيكي مثال كيف ممكن تأثير القوانين يعني مثلا في موقع أو صحيفة إلكترونية عربية نشرت دراسة لصالح رويترز الدراسة هذه على 24 مدينة في العالم نتيجة الدراسة هذه أنه السعودية الثالث دولة في معدل التحرش تجاه المرأة طبعا الخبر مكتوب من دون إيضاح أنه يعني الخبر مكتوب مثلا أنه يعني السعودية متقدمة أكثر من أمريكا وفرنسا طبعا حتستغربين لكن اللي كتب الخبر طبعا كتب الخبر على علاته وقارئ الأنترنت يعني نسميه سكانينج يعني مر مرور الكرام لكن مثلا أنا وياكي كإعلاميات نفهم أنه ارتفاع نسبة التحرش مش لأنه المجتمع مثلا ما عنده قيم ولكن هذه المجتمعات سنت قوانين فتقلصت النسبة لحظتي أيضا مثلا هذه الدراسة تتكلم عن مستوى العمل ما تتكلم مثلا على الأماكن العامة على الشارع فهذا اللي أقصده مواكبة الإعلام لكل قرار جديد قانون جديد لازم يضخ معلومات أكثر على الأقل تصحح المعلومات التي تنجح جميل نحن نتطرق إلى الجانب الإعلامي في الحديث عن الموضوع هذا لكن اسمحي لي الآن أن نرحب بضيفي الكريم نايف المنسي وهو محامي وعضو النيابة العامة سابقا ضيفي من جدة مرحبا بك أستاذ نايف أستاذ نايف دعنا نتحدث من الناحية القانونية معك لسن قانون التحرش خلينا نتكلم عن ما بعد سن هذا القانون ما هو المتوقع وفي الفترة الراهنة ما هو وضع قانون التحرش بالأساس الحقيقة أن قانون التحرش يعني إحنا كما هو معلوم لدينا أننا نطبق أحكام الشريعة الإسلامية في المحاكم فالشريعة الإسلامية فيها باب اسمه باب التعزير هذا الباب يشمل كل الجرائم تقريبا اللي فيها عدوان على النفس أو على الآخرين فمن هذا الباب إحنا أصلا موضوع التحرش ما هو موضوع جديد أنه سيجرم الآن يعني ما كان مجرم وسوف يصبح الآن جريمة هو موجود والمحاكم تعاقب عليه لكن سن قانون في هذا الوقت بتفاصيل قانون أنه يحدد الأفعال من يفعل كذا فله كذا من يفعل كذا فله كذا هذا بحد ذاته رح يعطي قوة إضافية وتأكيد على سلامة الحرص على سلامة المجتمع من الممارسات الخاطئة التي تمارس أحيانا ضد المرأة دكتورة ناهد هذا الحديث من الجانب القانوني أنت ذكرت نقطة قبل قليل جدا مهمة طرح الإعلامي لما نتكلم عن سن قانون التحرش ونبحث فيه ونجد أن الطرح الإعلامي وهو مشارك في عملية التوعية يعني يخلق مفاهيم خاطئة أو كأن أساسا قانون كان فيه التحرش مسموح يعني يعتقد يعني هود أن تعلقين على هذه النقطة طيب خليني أقول لك من بدأ يعني من تم إعلان توجيه الملك الله يحفظه أول ملاحظة بالنسبة لي أنه خطاب الملك نشر في وسائل التواصل الاجتماعي ما نشر فيه أي صحيفة هذه رقم واحد والخطاب مهم يعني التقافة القانونية أصلا مهمة يعني أنها تنتشر وهذا الدور القانونيين إذا اتحدوا مع الإعلاميين على سبيل المثال لقيت أنه التغطية باستثناء صحيفة واحدة فقط كتبت مادة بسيطة عن تعريف التحرش يعني أنا من وجهة ناظري كان ممكن ننشط أكثر في أنه أول شيء نشرح للجمهور الفرق ما بين الأمر الملكي في السماح بقيارة المرأة السيارة والأمر السامي في هذا النظام هذه مهمة جدا وهذه انتشرت على فكرة عبر تويتر صحيح أيوة ويمكن كلنا لاحظناها بس القانونيين أفضل مننا في هذا الموضوع يعني صحيح أو على الصحفي إذا أراد أن يتخصص على الأقل يأخذ دورات في القانون نقطة المهمة الثانية أنه كل التغطيات جاءت يعني مثلا إذا قلنا أنه الصحف غطت وذكرت رأي يعني مثلا خلنا نقول مختصين مثل المحامي مثل حتى لو كان كاتب لأنه كتاب الرأي يعتبرون النخبة نعم ألاحظ أنه يكون التغطية انطباعية يعني أنت كإعلامي تحكي سرؤيته شخصية طيبا يعني أنت كإعلامي لما يكون عندك ضيف محامي لازم تستثمره يعني أكيد كلنا فرحانين بهذا الخبر وما في أي إنسان يعني عاقل مش هيفرح بأمر سامي لأنه ناتج عن دراسات يعني إحنا دولة كبيرة ومؤثرة لكن النقطة أنه الإعلام إلى حد ما ضعف المحتوى يعني يمكن هذا بسبب عدم وجود الصحافة المتخصصة عندنا صحيح لكن دكتورة في نقطة مهمة أنت تحدثت عن الجانب الشخصي خلينا نتكلم عن ليس فقط الخبر عندما ينقل إنما رأي الكاتب كيف رأيتي تفاعل الكتاب والنقطة الثقافية في هذا الموضوع إلى الآن طبعا إحنا ما نقدر نحكم لأنه تول توجيه الملك فترة بسيطة لكن أنا انتبهت أنه فقط مقال واحد كان مكتوب عن هذا الموضوع وزي ما قلت لك الأخبار كانت تغطية انطباعية يعني ما فيها أي توعية صحيح لكن انتبهت إلى أعتقد واحدة صحيفة إلكترونية كتبت تعريف التحرش أنواعه يعني مثلا أنا أتساءل أقول طيب هل سيندرج مثلا الطفل التحرش ضمن الطفل أو هو مثلا طيب خلينا جميع سؤال جميع أستاذ نايف يعني الكل يتساءل عن هذه النقطة هل سيتم يعني ضم قانون التحرش بما فيها فئة الأطفال ما في شك لأننا أصلا عندنا الآن قانون حماية الطفل هو سبق هذا الموضوع ويعني هو يشمل كافة أنواع الإذاء اللي يمكن أن توجه إلى الطفل لكن أيضا قانون التحرش سوف يأتي بأمور تفصيلية في موضوع التحرش فيما يخص موضوع التحرش بالذات بالنسبة للطفل نعم لكن خلينا تحدث أستاذ نايف عن نقطة تتعلق بالوعي العام لدى المجتمع أنت كيف تقيس من الناحية القانونية هل بالفعل المجتمع يفهم مثل ما تحدث به في النقطة الأولى من أن بالفعل أساسا عندنا نظام يحمي فئات المجتمع من التحرش يعني تقييمك للوعي من خلال ما تم تناقله في وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى عبر الصحف كأخبار أنا في نقطة طالما أنك أثرت هذا الموضوع يعني ودي أن أتحدث فيها أننا بدأنا نسمع في هذه الفترة بعض الناس يطرحون طرح عجيب جدا يعني يقول أن نظام التحرش هذا إذا حصل وأقرته المملكة أن المملكة سوف تتخلى عن حكم الشريعة وأنها ربما سوف تشرع للزنا أو تشرع للعلاقات وكلام عجيب جدا يعني أنا لولا أني أرى يعني أحيانا أني يطرحوا بعض الناس بمثل هذه الأسلوب الغريب جدا وهو ينم عن جهل كبير جهل كبير بطبيعة المملكة العربية السعودية وطريقة تعامل المملكة العربية السعودية في سن قوانينها وأنظمتها المملكة تسن أنظمة من أكثر من خمسين سنة وهذه الأنظمة يعني مشكلة الناس هؤلاء يظنون أن هذا القانون لأنه مأخوذ من دول أخرى ومستفاد من دول أخرى أنه يأتينا هكذا كأنه جاي في صندوق فيديكس نفتحه ونأخذ كل ما فيه إذا فيه مثلية جنسية نحن نقرر المثلية الجنسية إذا فيه إباحة زنة نحن نبيحة زنة هذا كلام غير صحيح نحن من خمسين سنة بنستفيد من الدول الأخرى في سن الأنظمة ونستفيد من خبرات الآخرين لكن في الإطار الذي يراعي قيمنا في الإطار الذي يراعي تطبيق الشريعة لا يوجد عندنا ولا نظام في المملكة العربية السعودية اليوم يخالف الشريعة بأي وجه من الوجوه لأن أي نظام قبل أن يصدر لا بد أن لا يخالف الدستور دستورنا هو الشريعة الإسلامية صحيح فلا يجوز نظاما لأي نظام أن يخالف الدستور فأول شيء يبحث عنه في سن القوانين أنه فيه مستشارين شرعيين ينظرون في هذه الأنظمة ويبحثون فيها أن لا يجب أن تخالف الشريعة بأي وجه من الوجوه فهذه النقطة يعني أنا ضمن الوعي أن الناس يجب أن تتوعف هذا الجانب أن هذا النظام لا يخالف الشريعة بأي وجه من الوجوه جميل إحنا معنا الآن مداخلة هاتفية من محمد الساعد وهو كاتب صحفي مرحبا بك سيد محمد مرحبا أهلا وسهلا سيد محمد إحنا بنبدأ معك بأهمية هذه الخطوة سن قانون التحرش في المرحلة الراهنة طبعا بالتأكيد هذا قانون منتظر منذ زمن طويل وليس لأن المملكة العربية السعودية بشابها الكريم تعاني من مشاكل أخلاقية ولكن منذ خلفة البشرية وهناك بعض الأفراد وبعض الجماعات لديها سلوكيات خاطئة دائما دولة القانون والدولة المتمدنة ما تسل قوانين لضبط إيقاع الحياة ليس لأن الحياة مفلتة ولكن لأن ظروف الناس المتعددة المتغيرة الإحساس بالأمان الإحساس المعنى النية أن وجود هناك قانون يضبط حياة الناس هو ما يجعل الدول تصدر مثل هذه القوانين على سبيل المثال قانون مكافحة الرشوة هذا لا يعني أن كل السعودي مرتشل ولكن لكي يضبط الحياة الإدارية في المملكة العربية السعودية كان لابد من إقراره وهكذا بقية القوانين التي يتم إصدارها وضعها المملكة العربية السعودية دولة متطورة دولة مدنية دولة دائما من تبحث أن تكون دولة متقدمة لا شك أن المملكة في سعيها للتقدم نحو عالم مدني وحديث هي تحدث دائما من إجراءاتها ومن قوانينها أيضا المملكة العربية السعودية يجب أن تتعايش مع العالم هناك عالم نعيش في محيطه نحن لسنا دولة منعزلة عن العالم نحن لسنا دولة سريدة نحن دولة ضمن منظومة من الدول بالتأكيد نحن نحافظ على قيمنا نحافظ على تراتنا على ثقافتنا على ديننا وهذا الأشك موجود المملكة العربية السعودية دافعت عن نظامها طوال 100 سنة سابقة دولة أن يمس هذا النظام بسوء تكون القوانين دائما مكالة المملكة العربية السعودية تتحفظ على الأجزاء التي لا تنسبها نعم سيد محمد لكن أيضا من ضمن القوانين التي سنت أخيرا قضية ملاحقة من يثير الرأي في وسائل التواصل الاجتماعي يعني توعدت وزارة الداخلية بالملاحقة يعني بشكل عام لماذا نجد مثل هذه الآراء تفسيرك للوعي الاجتماعي كيف هو؟ أنا أراحن على الوعي الاجتماعي السعودي الحقيقي أما هذه الأصوات أنا أعتقد أولا أننا بالفعل وليست مبالغة نحن مستهدفون دولة وشعب هناك من يحاول اختطاف الشارع السعودي لصالح لتنفيذ أجندات هذه الدولة للأسف أنها دولة يعني مستهدفة يعني هناك من الأعداء المتربصين الذين يريدون هدم هذا الكيان إما غيرتا وإما حفظا وإما مطالح هناك من لا يريد للمملكة العربية السعودية أن تتقدم وأن تتطور عندما تتقدم الرياض لا بد أن تخبوا عواصم أخرى نحن لا نريد أن تخبوا عواصم أخرى نحن نريد أن نتطور ونتقدم وتتقدم معنا العواصم والدول الأخرى المملكة العربية السعودية دولة لها خير كبير على كثير من العالم المهم أن سن قوانين تجرم التحرير أنا كنت أتمنى أن تصن هذه القوانين منذ بطرة طويلة لأنه بالفعل هناك من استمر التحرير هناك من استمر على فكرة تمرير الإشاعات هناك من استمر تصوير المستندات الحكومية وبثها لخلق حالة من الفتنة أيضا هناك من استمر تزوير الأخبار على لسان إما بولاة الأمر أو حتى على الوزارات وعلى المطالع وبالتالي هذا يفرض على المجتمع شيء من البلبلة والحقيقة نحن في غيره عن هذا لأن البلد في حاجة إلى التماسك والتقدم إن شاء الله بلحمة كاملة بين أفراد المجتمع وبين القيادة شكرا جزيلا لك محمد الساعد كاتب صحف يعطيك العافية على مداخلتك أعود لك دكتورة ناهد في نقطة مهمة نقيس الرأي أحيانا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وما يتم التناقله أحيانا الوسائل التواصل الاجتماعي لا تعكس الرأي العاب نتيجة الحسابات الوهمية يعني هذه مشكلة ومنزرق أننا لا نستطيع أن نحكم على المجتمع من خلال هذه الوسائل في هذه الحالة ماذا نحتاج؟ هو هذا السؤال مهم بس تعليقا على الزملاء سواء القانوني أو الدكتور محمد نقطة مهمة جدا أشاروا لها أنه يجب أن يعرف كل من في المجتمع حقيقة بأنه القرارات والأوامر السامية والأوامر الملكية نحن نستند على الشريعة هذا هو الأساس الأصل فوعي المواطن تجاه هذه الأمور اللي عادة مش كل الشارع في أي مجتمع يقدر يفهم بعض هذه الأمور يعني مثلا الفرق زي ما قلنا قبل شوي بين الأوامر الملكية وأنه كيف أصلا الأداة التنظيمية في وطننا هذه المفردات والمصطلحات أنا بصراحة أؤمن بأنها تبدأ من الآن كأنها استراتيجية للثقافة الحقوقية يعني احنا تكلمنا في فترة سابقة مثلا عن كيف نوعي المرأة بالقوانين أو بحقوقها أنا بفترض الآن أنه وهذه طبعا وظيفة الإعلام أنه يكون أداة تنويرية توعوية أنتقل لنقطتك يعني أنا منحاجة ترى للإعلام الجديد جميل بس نقدر نقول نقطة اللي أنت قلتيها مثلا الحسابات الوهمية هذه طبعا من سلبيات الموجودة بالتويتر أو بوسائل التواصل الاجتماعي بس في نقاط إيجارية كثيرة جدا في هذا الموضوع يعني على سبيل المثال مواقع التواصل الاجتماعي تخلق نوع من الوعي بحقيقة الحياة نفسها كيف مثلا أنت تخيلي أنه في ناس يساهمون مثلا في هذه المواقع لأنه ما يقدرون يطلعون من المنزل يعني بسبب إعاقة مثلا فهو يقدر يشارك فهي أعطت مجال أكتر لتعدد الرأي عندك مثلا خلينا نقول أنه صحيح أنه ممكن تنشر زي ما قلت حسابات وهمية أو معلومات مغلوطة زي ما أشار الدكتور محمد الساعد لما قال مثلا تنشر مستندات طبعا هذا في كل العالم ترى مش في مجتمعنا بس يعني في كل العالم صحيح مثلا في تويتر اللي هو يعني يعتبر خلينا نقول أداة مهمة في تشكيل الرأي العام عندنا بالسعودية طيب إذا نشرت أنا مثلا مستندات خاطئة في عندي مجال للتصحيح وهذه نقطة إيزالية مش موجودة مثلا فيه خلينا نقول بشكل سريع في الإعلام التقليدي على سبيل المثال مثلا وجود الهاشتاغات مهمة جدا صحيح فيه هاشتاغات مثلا خلينا نقول مسيئة لكن ما نقدر نخفي تأثيرها على المستوى على فكرة على المستوى التجاري طبعا يعني احنا نتكلم هنا كإعلاميات بس على المستوى التجاري هم يؤمنون بهذه الأدات مشكلتنا أعتقد في الإعلام أنه إلى الآن لم نتوصل إلى قناعة حقيقية من الداخل بأهمية وسائل التواصل الشمال هذه نقطة جدا مهمة ببحث فيها معك محور آخر حتى من الناحية التجارية لكن اسمحيلي الآن أنتقل للأستاذ نايف أستاذ نايف يعني احنا هنا لنا دور في قضية التوعية التوعية بشكل عام خلينا نتكلم عن أنواع التحرش التي من الممكن أن تسن ويجب أخذها في الحسبان خلينا نبدأ من أهم نقطة وهو قانون التحرش الذي ربما يعني يسم بشكل أوسع في الأماكن العامة كون أن المجتمع تخوف من قضية السمح بقيادة المرأة وتوقع أن هناك مجموعة من السلبيات تترتب عليه من ضمنها قد تكون ملاحقة الفتيات وهكذا يعني فوضى اجتماعية من نوع ما تخيلها الوعي الاجتماعي تفضل نعم صحيح صحيح هو الآن يعني التوقيت كان مناسب جدا لطمأنة المجتمع أن موضوع قيادة المرأة للسيارة طبعا نحن مثل ما ذكر الدكتور قبل قليل نحن الآن نراهن كثير على موضوع الأنظمة نحن أصلا شعب مسلم نحن أصلا شعب ملتزم نحن شعب أخلاقي بفطرته وطبيعته نحن لكن يعني دائما يوجد شواذ في كل مجتمع هؤلاء الشواذ هم الذين يحتاجون سن مثل هذه الأنظمة وهم قلة ولله الحمد يعني حتى إحنا حينما نتكلم عن مثل هذه القوانين ولا أنه يوجد جرائم يعني إحنا حتى في غير التحرش في جرائم كثيرة في سرقات في قتل في كل مجتمع حتى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان وجدت جرائم ووجدت أشياء لكن هي لا تمثل ظاهرة ولا تمثل يعني شيء يكون مرعب للمجتمع أنه والله غدا إحنا مجرد ما أن المرأة سوف تسويق السيارة راح تتعرض لأشياء لكن هذا النظام هو للطمأنة ولوضع النقاط على الحروف وللتأكيد على أن لن يكون هناك أي تساهل مع أي تجاوز يمكن أن يحصل تجاه النساء في هذا الباب فهذه الطمأنة إن شاء الله سوف تنعكس إجابا على الأمن الاجتماعي والسلم الاجتماعي ويعطي أن الدولة بدأت تهتم في هذا الجانب وأنه هناك فيه تشديد سيكون فيه تشديد وأيضا سيكون فيه توصيف يعني هذه نقطة أخرى مفيدة في الأنظمة أنها تبدأ توصف الأفعال كما قلت قبل قليل التعزير الشرعي يشمل كل الجرائب لكن لما تأتي أنت على سبيل التحديد مادة مادة يعني مثل الآن جرائم المعلوماتية حينما سن قبل كم سنة يعني جرائم الإنترنت كانت مجرمة أيضا لكن لما جاء نظام المعلوماتية وبدأ يحدد أن من يخترق موقع كذا من يتكلم في وسيلة كذا يفعل كذا بدأ الناس يعني يخافون حتى بعضهم صاروا يهدد الآخر يقولوا انتبه ترى الآن أنت تخالف نظام المعلوماتية انتبه فصار فيه ضبط كبير وهذا اللي إن شاء الله احنا نتمنى ونأمل فيه أنه سيساهم فيه نظام التحرش حين اصداره إن شاء الله دكتور ناهد كنا نتحدث عن نقطة جدا مهمة كيف أنك تقيس الرأي العام من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وقلنا الهاشتاغات وأيضا التغريدات تعكس جانب طيب إذا كانت فعلا أرى الناس تهمنا ونبني عليها بعض القرارات لماذا أسوة بدول الأخرى ما عندنا مثلا مراكز قياس الرأي كونها تعطي مؤشرات حقيقية استفتاء حقيقي نعم في نقطة سراحة مهمة في هذا الموضوع أنا أتفق معاكي طبعا أنه في عندنا مثلا هاشتاغات مسيئة وممكن تكون من وهمية يعني زي ما كشفنا أخيرا مثلا أنه قطر وراء كثير من الهاشتاغات والمواطن البسيطي لاحظ الآن في تويتر يعني اختفاء كثير من الهاشتاغات اللي كانت تؤلب على الدولة نعم في أكثر من نقطة يعني أبقولها لكي بالنسبة لتحليل مواقع التواصل الاجتماعي للأسف ما عندنا اهتمام هي طبعا وسائل التواصل الاجتماعي لمثلا تويتر أو الفيسبوك أو حتى على فكرة الواتس آب هي يعني أحد مصادر البيانات الضخمة البيانات الضخمة هذه يعني مش ممكن قياسها خلينا نقول بالأدوات التقليدية لازم يكون في برامج متخصصة يعني مثلا مثلا أنا استعملت واحد من هذه البرامج في رسالتي للدكتوراة يعني بداية وبعدين غيرت رأيي لكن كان عندي معلومات اسمه sentiment analysis اللي هو تحليل مشاعر النص يعني ممكن تاخذين خلينا نقول واحد من الهاشتاغات المهمة جدا تجاه قضية مهمة ويتم تحليلها بهذه البرامج المتخصصة طبعا هي الإشكالية أنه إحنا كإعلاميين أو كصحفيين يعني المهنة مستغرقتنا أكثر فما ينتبه الإعلامي أنه ممكن يعمل هذه المواضيع أنت تفضلت وقلت ما عندنا مراكز للقياس في عندنا مراكز دراسات وأبحاث لكن مثلا ليست لقياس الرأي قياس المشكلة أو إنها مثلا ممكن تكون أهلية لكن أنا بأعتقد يعني مؤخرا أنا قرأت مثلا دراسة تكلموا عنها في تويتر وكانت تحليل وكان تحليل صراحة مهم جدا للمحتوى أعتقد أنه التحدي الآن أنه فعلا نحلل المحتوى لأنه جزء من تحليل المحتوى كمان نرفع مستوى المحتوى الإعلامي الموجود صحيح جميل أستاذ نايف يعني أختم معك في محور أخير فيما يخص يعني ملاحقة أو تواعد وزارة داخلية بملاحقة من يحاول تأليب الرأي العام أو حتى يسيء لأي من القرارات الملكية حدثنا عن الجانب القانوني الراهن الآن في هذه المخالفات يعني نبغى نختب بتوعية قانونية تفضل بالتأكيد أيضا هذا من الجانب المهمة لأنه يعني كما قلنا الآن إثارة مثل هذه الأمور ويليت يعني أنها شيء مبني على أساس ولا شيء يعني أكثرها ما أكثرها كلها أكاذيب لا تستند على شيء مجرد فقط أنها محاولة لإثارة أن والله البلد قايم يتجه إلى يعني تنحية الشريعة وتنحية القيم وكلام يعني أنا حقيقة لما أسمع الكلام أستغرب جدا أستغرب وأشك أحيانا يعني أقول هل هذا هو جهل أو أنه توجيه يعني بعضهم والله يعني يظهر أنه يشعر الشخص لما يسمع هذا الكلام أنه فيه توجيه خارجي لمثل هذه الأطروحات لبث البلبلة ووضع المجتمع في حالة اضطراب وحالة تشكيك ويبدأوا يدخلوا في جدالات وحوارات وأكثرهم والله ما يعرف يعني لا يعرف قانون ولا يعرف شريعة ولا يعرف الأنظمة في البلد إيش وضعها ويأتيك يقول لك أنا ضد قانون التحرش وأنا ضد كذا وضد كذا ما عندك أنت من المعرفة حتى تتكلف بمثلات فضبط هذه الأمور مهم جدا أنه يعني يسند الأمر إلى أهله واسألوا أهل الذكر أن كنتم لا تعلمون جميل إحنا وصلنا إلى ختاب هذه الفقرة شكرا جزيلا لك الأستاذ ضايف المنسي محامي وعضو النيابة العامة سابقا شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك يا دكتور ناهد باشطح كاتبة صحفية يعطيك العافية على وجودك معنا